أصدر السلطات التعليم في العاصمة السودانية الخرطوم قراراً بوقف الامتحانات الشهرية بمدارس مرحلة الأساس وعزى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية محمد إبراهيم علي فضل الله القرارة لتنامي الشكاوى من أولياء الأمور بشأن الإرهاق الذي تسببه الامتحانات الشهرية للتلاميذ وما يترتب عليها من رسوم وجبايات ولجأ السلطات التعليم في الخرطوم لاتخاذ عدة تدابير لضمان استمرار العام الدراسي بعد فترات توقف طويلة جراء الأوضاع السياسية بالبلاد